ما هي الجدوى من المقاطعة الاقتصادية؟ لا يمكن الفصل ما بين الاقتصاد والسياسة سياسة تؤثر على الاقتصاد والأجواء العامة تؤثر أيضا على الفعاليات الاقتصادية وإسرائيل معروف إنها دولة العولمة ودولة الستارت أب نيشن والتعامل وكثير من الاستثمارات الخارجية في إسرائيل لذلك هناك حساسية بالغة وتخوف كبير جدا في القيادات الإسرائيلية الاقتصادية والسياسية من هذه الإجراءات ولكن إذا أخذنا على الناحية الاقتصادية فقط فمنقول أنه هي ممكن أن تسبب الاقتصاد الإسرائيلي 45 مليار دولار آسف خسائر على مدار خمس سنوات لذلك تأخذ هذه الأمور على محمل الجد ولكن كمان على ما الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد متطور فالتأثير هو تأثير جانبي ولكن لا ننسى أن إسرائيل تتعامل كثيرا مع الاتحاد الأوروبي ومع جهات أخرى ويمكن أن يضر ذلك بالمنتجات وبالتعاون مع إسرائيل يعني بس لو تفسرنا دكتور رمزي بناء على ماذا تكون هذه الخسائر 45 مليون مليار كيف تترجم بناء على شو طبعا تترجم من قبل أولا الاستثمارات الخارجية في البلاد مثلا في كثير من التداول مع الاتحاد الأوروبي في المحكمة الدولية للاتحاد الأوروبي تقول بأنها تقاطع كل منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها في المناطق المحتلة فهذا يقول بأن مستوى التداول والتبادل التجاري بين إسرائيل وأوروبا في تراجع معين ثانيا هناك أيضا شركات وصناديق استثمار تقول لن أستثمر في إسرائيل وإسرائيل بحاجة لهذه الاستثمارات كمان في مجال الهاي تيك كمان في مجالات أخرى فالخسائر تأتي من خلال عدم التعاون مع أجهات عالمية في عصر العالمة كما ذكرنا اسمحي لي بالسؤال إذن يعني لننتقل إلى الموضوع السياسي هناك حراك يساري حول العالم ليس فقط في أمريكا أو في دول بشكل عيني كيف يؤثر ذلك؟ يعني إسرائيل تتجه نحو اليمين والعالم يتجه نحو اليسار والمنادأ بحقوق الشعب الفلسطيني أو تضامن مع القضية؟ نعم يعني لاحظنا أنه في إسرائيل على الأقل جهات يسارية مثل زهفة قلؤوني اللي كانت رئيسة حزب ميريتس مثل حتى بنت رئيس الحكومة الأسبق ابنة إيهود أولمرت أولمرت وشخصيات مركزية في إسرائيل تبدأ أولا بدعم هذه القرارات لبنينجيري تقول هذا قرار صحيح ليس نحن نشتري منتجات تصنع في المستوطنات عندما يستمر الاحتلال وظلم الشعب الفلسطيني وضغط عليه اقتصاديا وأمنيا ومن كل النواحي لذلك هذه الأصوات هي أصوات مهمة جدا ويمكن أن تؤثر على صنع القرار ولكن في السنوات الأخيرة الحكومات الإسرائيلية هي حكومات يسيطر عليها اليمين الإسرائيلي إن كان في فترة نتنياهو وإن كان الآن مع نفتالي بنت ولكن هذه المرة على الأقل في شخصيات من حزب ميريتس من حزب العمل من أحزاب عربية حتى يمكن أن تؤثر على الحكومة الإسرائيلية